بعد أكثر من أربعة أشهر على مقتل قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق بات الحرس الثوري الإيراني على الأرجح ومعه أدواته جماعة حزب الله جاهزين لتنفيذ رد أو ردود انتقامية عبر خلايا نائمة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هذا باختصار ما خلصت إليه ورقة بحثية أمريكية أعدها ضابط استخبارات سابقان في شرطة نيويورك هما أيوان بوب وميتشيل سيلبر وحملت عنوان طريقة عمل إيران وحزب الله في الغرب الورقة التي نشرت ضمن تقرير مطول في مجلة تايلور أند فرانسيس المتخصصة بشؤون النزاعات والإرهاب أكدت وجود أدلة متزايدة على سعي إيران وجماعة حزب الله خلال السنوات الأخيرة إلى إنشاء شبكة نائمة في الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية يمكن تفعيلها في أي وقت لشن هجمات إرهابية داخل هذه الدول هذه الأدلة استقاه الباحثان كما يقولان من وثائق قانونية ومحاكمات ومن تقارير مفتوحة المصدر عن اعتقالات لعناصر من جماعة حزب الله وعملاء لإيران في الولايات المتحدة وخارجها وأيضا من التهديدات التي أطلقت عقب مقتل قاسم سليماني ومنها ما قاله خليفته قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني عن أن الباحثين عن الحرية في جميع أنحاء العالم يريدون الانتقام لدم سليماني وأيضا الدعوة التي وجهها زعيم ميليشيات حزب الله اللبنانية حسن نصر الله لتنفيذ عقوبة مناسبة على حد تعبيرها إذ قال إن هذه ستكون مسؤولية ومهمة جميع مقاتلي المقاومة في جميع أنحاء العالم يذكر أن هذه التحذيرات الجديدة من إمكانية تفعيل الخلايا النائمة لإيران وجماعة حزب الله كان قد سبقها تحرك لافت في ألمانيا نهاية الشهر الماضي عندما قررت الحكومة تصنيف حزب الله اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية ونفذت السلطات هناك مدهمات على جمعيات دينية ومساجد لاعتقال مشتبه فيهم بأنهم أعضاء في الجماعة وهو التحرك الذي ذكر التقارير أنه مقدمة لقرارات مماثلة ستتخذها دول أوروبية أخرى خلال الفترة المقبلة